اهلا بكم مشاهدي ميساة نيوز في جولتنا الاخبارية اليومية ونبدأها معكم باهم العنوان خدوء حضر في محيط مقار الاخوان المسلمين بالمقصة معقب اشتباكات بين محتجين وشباب الاخوان امس وزارة الصحة تعلن ارتفاع الاصابات الى 234 حالة في اشتباكات مقطن معدد من المحافظات في جمعة رد الكرامة امس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يعلن استقالة حكومته بسبب خلافات حول قانون الانتخابات البرلمانية الى حضراتكم تفاصيل النشرة سادت حالة من الهدوء الحذر محيط مقر مكتب جماعة الاخوان المسلمين بالمقطن بعد ليلة من الاشتباكات الدامية بين محتجين وشباب الاخوان اصفرت عن سقوط عشرات المصابين كما شهد محيط مكتب الارشاد استمرار التواجد الامني المكتف حيث تم الدفع بستة عشر عربات حاملات جنود امن واربعة عربات مصفحة وسط تواجد عدد من القيادات الامنية وكان عشرون حزبا وحركة سياسية قد دعوا لمليونية رد الكرامة امس للمطالبة بتقنين اوضاع الاخوان ومن جانبه صرح مصدر امني ان اجهزة الامن القت القبض على ستة من مثير الشغب خلال احداث العنف التي شهدها مقر مكتب الارشاد امس عاد مجددا الهدوء المشوب بالحذر لمدينتي طنطا والمحل الكبرى صباح اليوم بعد عمليات كر وفر في الشوارع بين المتظاهرين المشاركين في فاعليات جمعة رد الكرامة وشباب الاخوان من جهة وبين المتظاهرين والشرطة من جهة اخرى وحرك مقر للحرية والعدالة بالمحل كانت مدينة طنطا قد شهدت محاصرة المتظاهرين لمحيط مدرية امن الغربية امس ورشقه بالحجارة ثم محاصرة مقر الحرية والعدالة بمدينة طنطا واحداث تلفيات في سيارة شرطة مؤمنة للمقر وقامت قوات الامن باطلاق التلقات التحذيرية لتفريقهم فيما قام متظاهر مدينة المحل الكبرى برشق مقر حزب الحرية والعدالة بالمدينة بالحجارة وزجاجات الملوتوف الحارقة محاولين اقتحامه حتى شبت به النيران واحرقت محتوية المقر وفي سياق المتصل اعلنت دكتور محمد سلطان رئيس هيئة اسعاف مصر عن ارتفاع حالات الاصابة الى 234 حال اليوم في اشتباكات امام مكتب الارشاد بالمقطم وفي عدد من المحافظات في جمعة رد الكرمة واوضح ان 154 حالة تم نقلها للمستشفيات و80 حالة تم اسعافها في مكان الاشتباكات ولا يوجد وفيات حتى الان واشار سلطان في بيان له اليوم الى ان من بين المصابين 150 في محيط مقار جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بالاضافة الى مصابين اثنين بكل من المحلة والشرقية مؤكدا عدم وقوع حالة وفاة ولفت الى خروج 69 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم وما زال هناك 85 حالة تتلقى العلاج ومن جانبه اعتبر احمد عارف المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين ان الاحداث التي شهدها مقر الجماعة بالمقطم امس اثبتت سقوط كل المزاعم والافتراءات التي تحدثت عن ميليشيات الاخوان زورا ووصف عارف ما تتعرض له الجماعة من هجوم وحرق لمقاراتها بالاجرام مشيرا الى ان الاخوان ملتزمون بضبط النفس الى اقصى درجة في السياق ذاته ادانا نادر بكار مساعد رئيس حزب النور الاحداث التي شهدتها منطقة المقطم امس كما استنكرت حركة شباب 6 ابريل العنف الذي استخدمه بعض المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين محذرة من ان اتيان الحق بالضراع سيحول البلاد الى غابة على حد قولها وعلى صعيد المتصل ادانا مجلس الوزراء اعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات امس من هجمات وحرق لبعض المنشآت وحصار للمساجد واكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء استفير علاء الحديدي على التزام الحكومة باداء واجبها في حماية المواطنين والمنشآت ممن يحاولون التعدي عليها وشدد الحديدي على ضرورة التزام الجميع بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية واحترام القانون وعدم التعارض للممتلكات الخاصة او العامة وان الخلاف السياسي يتم حله بالحوار وبصناديق الانتخابات والاليات الديمقراطية الاخرى المتعارف عليها اكد المستشار احمد ميكي وزير العدل ان اعادة بناء نظام الدولة المصرية يكون من خلال اصلاح البنية التشريعية وتطويرها هو احد سبل علاج حالة الانقسام التي تشهدها مصر حاليا مشيرا الى ان الوزارة تبزل جهودا حتيثة في هذا المدمار جاء ذلك في كلمة للوزير خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بشأن مشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومكتب الامم المتحدة لشؤون الجريمة والمخدرات وقال ميكي انه لن يتم اصدار اي تشريع الا بعد الاطلاع على احدى سماف العصر من فكر قانوني وتشريع واعرب عن تقديره لقرار الاتحاد الاوروبي بتجميد الاموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك واسرتي موضوع القانون ده خليل كيف نعالج تضارب المصالح بين المسؤولي او صاحب الولايات العامة وبين سلطاته اتحاد الاوروبي والمؤسسات الدولية يسألون هل اصدرت وزارة العدل قانونا للجمعيات وكانوا يعتبرون هذه حقيقة فاشرقناهم في جلستنا واكتشفوا اننا لازلنا برضو احد السادة الوزراء في الدول الاوروبية ولا اريد ان اسمي قال لي اضطهاد المرأة ودلل بحوادث الاعتداء التي تقع في ميدان التحرير طول في ميدان التحرير الموجودين يسيئون مش للمرأة المصرية يسيئون الوجه المصر الحضاري فهؤلاء جميعا لا يمثلون للشعب المصري والشعب المصري اشد ضيقا بهم وهو يؤلم النساء المصريات لان ايلام المرأة المصرية او ايذاء المرأة المصرية اشد ايلاما للرجل منه لشخصها انا ما يهمنيش ليسيب ابني ولا ليسيب بنتي فقضية المرأة في مصر لا تتعرض لمثل هذا يقولون ان السنة سيخفض وان النظام الى اخر ما يقولون اضطهاد بالمعنى الذي عرفته او تعرفه اوروبا وتحاول ان تعالجه في داخل بلاد هسان في ايرلندا سواء في البصنة سواء نحن لا نعرف هذا هذا الامر على الاطلاق ولم تعرفه حضارتنا ولم نضطهد اصحاب دين اخر ولا نعرف الهولوكوست ولا بلدنا عاشت هذه المحن التي تعيشها بلادكم توسيد البرلمان الاوروبي او الحديث البرلمان الاوروبي ولو ان المسلك الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي فعلا مناهض لهذه التوصية لكن انا اتمنى ان تراجع هذه المعلومات قبل ان تتحول الى قرار انا اشكرك امر المستشار وائل حسين المحامي العام الاول لنيابات شمال القاهرة بحبس احمد جمال صابر وشقيقه عبده 15 يوما على ذمة التحقيقات واخلاء سبيل شقيق والدهما بضمان مالي قدره الف جنيه ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل وحيازة اسلحة نارية وطلقات ومقاومة السلطات والبلطجة والتجمهر وفي التحقيقات انكر نجلى جمال صابر ارتكابهما جرائم القتل ولكنهم اكدوا انهم كانوا متواجدين اثناء المعركة التي نشبت بمنطقة شبرى وكانوا يشاهدان المعركة عن بعد ولم يشتركوا فيها برغم ان بعض زملائهما اصيبوا في المشاجرة يتوجه الرئيس محمد مرسي الاثنين المقبل الى العاصمة القطرية الدوحة لحضور القمة الاربعة والعشرين لجامعة الدول العربية التي تستضيفها الدوحة يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من مارس الجاري وكانت قد افتتحت امس اعمال القمة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والقى ممثل العراق باعتباره رئيس القمة السابقة عن الدورة العادية التالسة والعشرين في الجلسة الافتتاحية كلمة اوضح فيها ما تحقق خلال الدورة السابقة وما تصب اليه المنطقة العربية اقتصاديا واقتماعيا خلال الدورة المقبلة ومن المقرر ان تتواصل الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين خلال الايام المقبلة حتى موعدا اعقاد القمة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين والى الشأن السوري حيث شيع الاف السوريين اليوم جثمان عالم الدين السوري محمد البوطي من منزله بدمشق الى المسجد الاموي بحضور وزير الاوقاف كممثل عن الرئيس السوري بشار الاسد وتبادل كل من الاتلاف السوري المعارض والحكومة السورية الاتهامات حول مسئولية مقتل البوطي في التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا بوسط دمشق والذي اصفر عن مقتل نحو خمسين شخصا وميدانيا اعلن الجيش الحر سيطرته على اللواء ثمانية وتلاتين التابع للجيش النظامي بريف درعة فيما افاد نشطاء بمقتل خمسة اعضاء بالجيش الحر اثناء عملية تحرير اللواء ثمانية وتلاتين يأتي هذا فيما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الانسان مقتل ثمانية وعشرين شخصا بنيران قوات الامن معظمهم بانحاء المتفرقة وفي سياق المتصل اعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما عن قلقه اذا امكانية تحول سوريا الى ملاذ للتطرف ودعا الى دعم دولي للمعارضة السورية قال اوباما في مؤتمر صحفي مع العاهلة الاردنية الملك عبدالله الثاني عقب محادثتهما في عمان امس اشعروا بقلق شديد من ان تصبح سوريا ملاذا للمتطرفين لانهم ينجحون في الفوضى ويزدهرون في فراغ السلطة واضاف اوباما انه من المهم للغاية بالنسبة لنا كمجتمع دولي ان نساعد في تسريع عملية انتقال سياسي من جانبه عبر عبدالله عن قلقه اذا اتصاعد العنف في سوريا داعيا الى انتقال سياسي فوري لوقف سفك الدماء ومنع الاستقطاب الطائفي اعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بعد تقديمه الاستقالة خطيا الى الرئيس ميشيل سليمان انه لم يخبر احد عن استقالتي كي لا يتعرض لضغوط من احد مؤكدا ان قرار الاستقالة كان قرارا شخصيا نزيد من التفاصيل الى حضراتكم التقرير التالي اعلن استقالات الحكومة علها باذن الله تشكل مدخلا وحيدا لتتحمل الكتل السياسية الاساسية في لبنان مسئوليتها وتعود الى الطلاق من اجل اخراج لبنان من نفق المجهول بعد خلافات بشأن قضيتين داخليتين وهما انشاء لجنة تشرف على الانتخابات وتمزيد فترة ولاية قائد جهاز الامن جاءت استقالة رئيس الوزراء اللبناني وحكومته وتباينت مواقف اعداء الحكومة بشأن قانون اللجنة المشرفة على الانتخابات وسط مخاوف ان تجرى وفق قانون قظيم عمره عشرة احوام المعارضة اللبنانية انهت اعتصاما كانت بدأته في اكتوبر الماضي وبدأت بازالة الخيامة التي نصبتها امام مكر رئاسة الحكومة فيما قطع مناصرون لرئيس الوزراء المستقيل عددا من الطرق في مدينة ترابلس شمالي لبنان تضامنا معه محمد نجيب عزم ميقاطي ولد في ترابلس في شمال لبنان واطلق تعليمه الجامعي في الجامعة الامريكية في بيروت واصبح رئيس وزراء لبنان منذ 13 يونيو عام 2011 وهو سياسي ورجل اعمال عين رئيسا للوزراء للمرة الاولى من 19 ابريل عام 2005 بعد استقالة الرئيس عمر كرامي بعد اختيار رئيس الوزراء الاسبك رفيق الحريري وكانت حكومته حكومة مؤقتة تقوم بادارة الدولة حتى انتخاب اجراء انتخابات المجلس النيابي بعد قبول استقالة ميقاطي يبكى الاختيار محصورا بين اختيارين اما حكومة انقاذ مؤلفا من كافة القوى السياسية واما حكومة تكنوكراط بحسب ما يرجح العديد من الاوساط اللبنانية وفي الحالتين تظل لبنان بانتظار ما ستحمله الايام المقبلة كما تبقى امام حالة من الفراغ السياسي والامني على السواء نحييكم مرة اخرى ونستكمل معكم جولتنا الاخبارية ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الشديدة التي ضربت ما يقرب من 20 قرية بشرق بينجلاديش مؤخرا الى 20 قتيلا ونحو 200 مصاب حسب ما اعلنت مصادر حكومية وقال رئيس المنطقة الشرقية ان حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت مقاطعة شرقي البلاد ارتفعت لتصل الى 20 قتيلا و200 مصاب فضلا عن تدمير العديد من المنازل والمحل التجارية ويواصل رجال الانقاذ بمساعدة اهالي المقاطعة اجلاء المواطنين العالقين من منازلهم وانتشهال جثث الضحايا وارسال المصابين الى المستشفيات ولحقت اضرار باكتر من 300 منزل وارسلت فرق انقاذ للمنطقة والى اخبارنا الرياضية حيث يخوض اليوم المنتخب الوطني اول ميرانا له بالاسكندرية استعدادا لمباراة زنبابوي المقرر لها في 26 من مارس الجاري في تصفيات كأس العالم ومن المقرر ان يخوض المنتخب تدريبا خفيفا بستاد برج العرب على ان يخوض تدريبه يومي الاحد والاثنين على فترتين صباحا ومساء ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راح عقب فوزه على نظير استوازلندي بعشرة اهداف نظيفة في المباراة الودية التي خاضها امس ببرج العرب في المقابل خاض منتخب زنبابوي ميرانا صباحيا استعدادا لمباراة الفراعين المرتقبة ومن المقرر ان يخوض منتخب زنبابوي ميرانه الاساسي على المرعب الفراعي لاستاد برج العرب مساء اليوم والى النشرة الجوية والتي نستعرض من خلالها احوال التقص غدا كما يتوقعها خبراء الارصاد الجوية حيث يسود تقص لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائن للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتظهر الصحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط على البحر الاحمر وتؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية والى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقع الليلة والعظمى غدا القاهرة 11-22 ودي النطرون 10-21 الاسكندرية 12-22 مطروح 12-20 طنطة 12-22 المنصورة 9-24 دميات 15-21 برسعيد 15-21 الاسماعيلية 11-23 السويس 11-23 سانت كاترين 7-15 شرم الشيخ 18-27 الغردقة 16-26 المينيا 11-25 السيوت 14-26 سهاج 14-27 قناة 17-28 الأقصر 17-30 وأخيراً أسوان الصغرى 18 والعظمى 31 مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة